المغرب كشف رئيس المرصدي المغربي لمنهضة التطبيع أنه بعد تصنامية تطبيع مع الكياني الصهيوني الذي اكتسح المغرب بعد توقيع المخزن لكل الاتفاقيات معه وما نجم عنه من اختطاف للدولة أصبحت المخابرات الصهيونية تهدد مناهضي التطبيع بإلقاء القبض عليهم وزجهم في السجون وإعدامهم للتخلص منهم وعلى خلفية ما يعرف بقضية ماروكو جيت يتم غدا إحالة طلب تقدم به نواب أوروبيون لمنع البعثة الدبلوماسية المغربية من دخول قبة البرلمان الأوروبي على اللجنة القرية الخاصة المكلفة بتدخلات الأجنبية في المساري الديمقراطي للاتحاد الأوروبي هذا في انتظار إنهاء التحقيق المفتوح حول فضيحة الفساد التي تطال سلطات الرباط داخل البرلمان الأوروبي